لمناقشة ملف أزمة تاجين إقرار الموازنة المالية معنا عبر سكايب من نوسلو الخبير الاقتصادي دكتور سناء عبدالقادر مرحبا بكم دكتور سناء إذن اللجنة المالية البرلمانية الآن أعلنت ما سمته اختطاف أو اختفاء هذه النسخة المعدلة من مشروع قانون الموازنة يعني وذلك قبيل يوم واحد من العقاد جلسة البرلمانية الخاصة بقرار الموازنة كيف تقرؤون ذلك وكيف سيصوت النواب على هذه الموازنة المعدلة التي لم يطلعوا عليها في البداية مساء خير لكم جميعا ولمشاهدي خناتكم الموقع طبعا الآن نحن في حلقة مفرقة في تاريخ العراق وفي تاريخ العالم لم يحدث هكذا أن اختطفت الموازنة طبعا هذا نقص كبير ويشكل عقبة كأداء أمام تنمية قطاعات اقتصاد الوطن العراقي وهناك كثير من الأصوات والآراء التي تقول أنه مجموعة هذه الموازنة يحددها شخصين أو ثلاثة أشخاص تابعين لحزبين أو ثلاثة أحزاب يعني العراق والموازنة تقيم وتمرر من قبل شخصين أو ثلاثة تابعا لطموحاتهم الاقتصادية وأهواءهم السياسية نعم ولكن هل يندرج هذا الإعلان إعلان اختفاء هذه النسخة المعدلة من مشروع قانون الموازنة ضمن إطار الإهمال الحكومي برأيك أم هو ما وصفه بعضهم بالاستخفاف أو ربما يكون ذريعة لتجيل إقرار الموازنة مثلا كل هذه العوامل التي ذكرتها كلها صحيحة مجموعة في تأخير الموازنة لأن الشعب العراقي ينتظر هذه الموازنة بفارغا من الصبر من أجل تحسين وضعه المعاشي يعني من أجل القيام بالاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية التي من الممكن أن تؤدي إلى القضاء ولو بشكل ما على نسبة كبيرة من البطالة ولذلك جميع هذه العوامل الاستخفاف وغير الاستخفاف وإلى آخره هذا صحيح والإهمال كذلك كلها صحيحة الشيء المضحك والممكن أنه كيف تتم عملية اختفاء الموازنة نعم نحن عندنا كمبيوتر موجود يعني ناس أي كمبيوتر موجود عنده خطة هاردسك والهاردسك موجود فيه هذه نقول النسخة من الموازنة طيب وكذلك عندك USB مخزونة على الموازنة وكذلك يمكن أن يكون مطبوع على وراء كيف يمكن أن تختفي هذه النسخة الثلاث من الوجود شيء مضحك ولا يمكن أن يصدقه المرء مهما كان إذن العملية خلفها أطماع سياسية وإسباب سياسية بالدرجة الأولى نعم وهذا ما دعا أيضا وزيرة المالية باللجوء للطعن بالموازنة إذا تم تغيير أحد فقراتها كذلك حتى لدينا أزمة الآن سياسية الحزب الديمقراطي الكورستاني أيضا يهدد بكسر النصاب لمنع تمرير هذا القانون الجديد أن نحن أمام أزمة سياسية وإلى متى؟ ما نتائجها دكتور؟ طبعا أنا متفق مع مزيدة المالية طيب سامي أنه لا يمكن يعني مسألة جدا غير معقولة زادا الخلافات السياسية بين الأحزاب نحن نعرف قبل تشكيل الحكومة لدينا تاريخ موجود ويكرر في كل تشكيل الحكومة أنه الزيارات والانتفاقات بين البغضاد والبيل يتم انتفاق على تشكيل الحكومة تشكل الحكومة وتعطى وعود الأحزاب الكردية ولكن بعد تشكيل الحكومة عندما نأتي إلى أقرار الموازنة تبدأ المشاكل من جديد حول عملية تصدير النفط من كردستان وعلى عملية من اللذير يسيطر على التصدير والعائدات يجب أن تستلمها الحكومة ومن ثم تدفع رواتب الموظفين وتدفع حصة تقريب كردستان التي هي ما يقارب 12% يعني نحن الآن أمام أزمة سياسية واقتصادية أنا أكرر دائما العراق في مهب الريح وفي أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وحتى أخلاقية ما هي الأخلاقية حسنا دعنا نترك السياسة والاختصاد والاجتماع الأخلاق يا أخي كيف تختفي ما علقة الموازنة بالأزمة الأخلاقية دكتور؟ لأنه عندما تختفي الموازنة ويقف أراءها أشخاص يعني من العيب يا أخي أن تختفي موازنة دولة لدولة كاملة العراق هذا العراق العظيم كيف تختفي يعني دعنا من السياسة والاقتصاد من هم المسؤولين على هذا الاختفاء؟ معناته هناك نوافع سياسية لا أخلاقية هذه ليست سياسية هي أخلاق إذا رح تخاف انتأت صحيح هذا يؤثر في شمعة العراق كما تفضلت فهي أزمة أخلاقية يعني هسا الآن تسمع العالم نسمع بهذه المشكلة عندنا يقول فضل هذا العراق العظيم الذي يدعى أنه عظيم من زمن حمرابيا ولحد الآن وأرلم وهم وجرأ فضيعوا موازنته بين أروقة مجلس النواب العراقي نعم إذن شكرا جزيلا لك من أسلو عبر أسكاير الخبر الاقتصادي الدكتور سنة عبدالقادر